انت متخيل هي عاملة ازاي شوف مثلا فيه كم ماركتنج ايجنسي موجودة في السوق وانت دايما بتعرف مين سبورتس كجامل اعلانات FB7 الكريشن كذا فاهمني فانت لازم تبقى دايما حتى في مجال الملابس مين اكبر مين واحد من اول تلاتة موجودين في الامارات في مجال هناك ما بيشمهاش شوز بالنعل عندك المندوس فانت لما بتفكر ان انت تشتري مين انا عندي كذا وكذا والمندوس فهتبدأ تعطهم فدي برضو ادوات قياس انت بقيت عامل اللي انت عملته ده حققلك ايه مش بس على السوشيال ميديا او الديشتر ماركتنج حققلك ايه كمان على ارض الوقت طلعه هتحليلك بالكامل زي الفولت تعالى نبيلد ونقيد التاني او هتامشي برضو نفس البروسي كل ده يا احمد اه طبعا الموضوع مش فيديو كده او صورو بالموبايل وخلاص موضوع مش قص ومش عارف ده ده انا معك في انه هو انه هو موجود ماشي ده هيستمر لحد انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه في بودكاست حكاية كل اربع الساعة تسعة على اليوتيوب بنستضيف شخصية مويزة والنهاردة موضوعنا مختلف موضوع يتعلق بحاجة مهمة جدا في التسويق الالكتروني الا وهي التسويق بالمحتوى اكبر الفنادق في العالم شركات التقنية الكبيرة شركات السياحة شركات العقارات بتعتمد على التسويق بالمحتوى وبتصرف عليه ميزانيات كبيرة جدا بدليل حتى ان شركة زي قبل او شركة زي سامسونج لما بيعملوا موبايل جديد بيبعثوا الموبايل ده لليوتيوبرز الكبار يعملوا عليه مراجعات عشان الناس تبدأ تقتنع وتبدأ تشتري المنتجات دي لذلك موضوع التسويق بالمحتوى موضوع مهم جدا 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 وناس كتيرة بتستسهل وبتلجأ للطرق الأسرع اللي هي مثلا سواء إعلانات موالة أو إعلانات مشاهير وبييجي للطرق اللي هي ممكن تاخد شوية وقت بس تأثيرها تأثير جبار جدا ومش بيشتغلوا عليها لذلك معنا النهاردة متولي ازاك محمود؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله يزال فل مرسوط اننا انا اعاد معك انا اسعد معك حبيبي الله يحفظك نورنا في بودكاست حكا حبيبي نور لي احمد متولي خبرة كبيرة في تسويق بالمحتوى واشتغل على صناعات كبيرة واشتغل في مصر وفي الخليج وفي أوروبا وان شاء الله بإذن الله يفيدنا جدا في القصة بتاعت الكونتينت ماركتنج أو التسويق بالمحتوى يا رب يلا بين يلا بين نبدأ يلا بين خلينا نبدأ بأول سؤال ايه هو التسويق بالمحتوى من وجهة نظري انا دايما ببص الكونتينت كريشن او المحتوى اللي بيكون موجود انه هو كل حاجة موجودة على الانترنت بأي شكل من الأشكال سواء هو بوستس سواء هو فيديو سواء هو بودكاست زي اللي موجود زي اللي احنا فيه دلوقتي كل الحاجات دي هي طايبس اوف كونتينت من غير الكونتينت مفيش اي حاجة ده دي وجهة نظري فالكونتينت هو اي محتوى بيتم صنعه او اي مادة بتقدر تشوفها كل ده محتوى جميل قوي طب اشكال للمحتوى زي ايه مثلا حلوة قوي السؤال ده طيب ايه هي انواع المحتوى اصلا انواع المحتوى فيه عارف زي شمسية شمسية كبيرة كده طالع منها فروع الفروع دول هم ثلاث فروع اصلا المحتوى المكتوب والمحتوى الفيديو ومحتوى الصوت زي ايه مثلا المحتوى المكتوب تويتر مثلا انت بيكون عندك تيكست تويتا والصورة بتاعتها على سنابشات إنت المين الأساسي بتاعك الفيديوهات عندك الناحة التانية على تيك توك دلوقتي الخليج كله بيبقى الخليج إحنا عارفين سنابشات, تويتر, تيك توك, انستجرام انستجرام مثلا إنت عندك في انستجرام البوست اللي بيكون في الصورة والتكست وعندك الكاروسل اللي بيكون في كذا صورة وجنبه تكست وعندك الريلز والريلز دلوقتي هي أكتر نوع محتوى أساسا بينتشر والشركات كلها أساساً بتدور إن هي تروح ناحيته الريلز مهمة جداً وأنواع المحتوى مهمة جداً طب ليه مهم؟ ليه مهم؟ عشان أنت من غير محتوى ما فيش أحد من الآخر طب أنا شغال إعلانات موولة والدنيا تمام بتشتغل إعلانات موولة إزاي؟ الصورة اللي أنت شغال بيها والتكست اللي أنت شغال بيهم دول إيه؟ محتوى أنت من غير الاتنين دول ما عندكش أعلان عارف تعمل استهداف كويس عامل تعارف تعمل تارجيتين كويس شغالة على المنصات والبلاتفورمز المناسبة جداً لكل حاجة والكرياتيف أو زي ما احنا بنسميه كرياتيف اللي هو النص اللي مكتوب في الإعلان معمول وحش معمول غلط مش مبني بقعدة هيوصلك في إيه في الآخر؟ هتجي في الآخر تقعد مع الكلينت تلاقي إيه؟ الكلينت هيجي حسبك بمعدل التحويل الكونورجن وهيحسبك بالرؤاس هتجي تقول له والله أسلم معلش الكرياتيف كان ضارب هتجي تقول له معلش أصل أصل إحنا عملنا الإعلان حلو قوي طب انت عامل الإعلان حلو قوي بس الحال قطع اللي بتستهدي في الكلينت للأسف في ناس كتير قوي بيتفكر إن هما طالما هما بيشتغلوا أعلانات ممولة فهو كده تمام انت تمامه زي الفل بس تمام زي الفل لأي مدى هتفضل قد يشغل كده انت مثلا عندك في الشركة بتاعتك انت بنحتاج إن احنا نغير الكرياتيف النص اللي بيكون في الإعلان كل 3-4 ايام ليه؟ عشان الكرياتيف اتحرق الناس شافتوا كتير الناس اتعودت عليه البلاتفورم نفسها بتلاقي عندك بيجي لك فجأة يقول لك كرياتيف اتشينجز كرياتيف هو بيجي يقول لك إسان غير لي الحاجة دي فهو عايزك تغيرها ليه؟ عشان الانس بتوعك العمل بتوعك الناس اللي انت مستهدفة أصلا فهو لازم عشان تعمل كاتشنج أو تجيب العميل عشان يقرأ الحاجة دي أو ياخد خطوة نحية المنتج أو يشتري اي حاجة انت محتاج تعمله كرياتيف مزبوط أو كونت انت مزبوط زائد فيديو مثلا في السعودية انت بتشتغل على ريفيوز بتاعة العمل أصلا وبتشتغل على تقول لهم ايه؟ تقول لهم انا عايز فيديوهات ليه؟ عشان توري العميل المنتج بتاعك شغاله على شغاله على اي حاجة؟ شغاله على مايك الميك ده جودة الصوت بتاعته عاملة ازاي؟ تعال وريك ايه المميزات اللي فيه عن غيره؟ تعال وريك كل ده الميديا بير أو الشخص اللي بيعمل اعلانات أو ان الشخص بيكون بيتواجه بس ناحية الاعلانات هتوصل ازاي لعقل المستخدم من غير ما توريه؟ الكونتنت هو اللي بيوري والاعلانات الممولة أو الشخص اللي بيبقى مسؤولها لعلانات الممولة دوره انه هو ياخد الحاجة اللي طلعت دي يوصلها بالعميل المناسب اللي على اساسه ياخد خطوة انه هو يشتري بس فالاعلانات الممولة بالنسبة لي هي مهمة جدا بس الكونتنت والاعلانات اللي اتنين بيكملوا بعض ما فيش واحد هينجح من غير التاني النجاح الكبير ولا واحد هيفشل فشل كامل بس ممكن تفشل لسبب بسيط خالص ان الاعلان اتعمل غلط الاعلان الكريتب بتاعته مع كتبها غلط بس في نفس الوقت الكونتنت لو فادل ماشي على استراتيجي سليمة فترة معينة معمولة بشكل قوي لا هيقدر يبيع من غير الاعلانات عشان كده احنا بتلاقي ان في شركات اصلا بتعتمد على حاجتين انه هو يطلع على نت ويطلع كونتنت فالإيه اللي بيحصل الكونتنت بيجيب له كلاينت بيخليه ظاهر اكتر وفي نفس الوقت الاعلانات بتجيب له عمل اصرا بس انما لو كده ما كانش هيكون فيه كونتنت كريشن اصلا كان يلا بي بينا عن ندخل عداش برده ونشغل اعلان الكونتنت والاعلانات الموالة اللي اتنين بيكملوا بعض ايه مزايا الكونتنت التانية حلوة هي مزايا الكونتنت مش مرتبطة بشكل كامل بالاعلانات الموالة الكونتنت هو قسم خاص جوه الماركتنج بنشتغل عليه عشان اهداف تعالوا نبص على الدنيا بشكل اوسع شوية ايه اللي بيحصل في الاسواء اللي بيحصل في الاسواء ان الشركة بتروح الشخص بيصنع محتوى ايه كان المحتوى ده ايه تقول له انا عايز ايه انا عايزة بوستس طيب البوستس دي مبنية على ايه مش مبنية على حاجة طيب عايزة توصل لإيه حضرتك انا عايزة كون موجود في السوق فيش حاجة اسمها كده يعني ده موجود في السوق عادي طيب ايه دايرة اساسا اللي احنا المفروض نمشي فيها عشان نقول ايه مزايا الكونتنت تانية هنقف شوية ونقول مزايا الكونتنت التانية اللي هترد هتعود على البزنس بايه اصلا البزنس انت عندك اهداف خاصة بالبزنس هو مش قسم التسويق ده هدف انه هو يساعد البزنس والكونتنت جزء من قسم التسويق اللي بيبني الاهداف بتاعته على الاهداف الاساسية بتاعة البزنس اكي وإحنا قلنا إن الجمهور بتاعنا هو الشركات الصغيرة والمتوسطة وغالباً بيكون أهدافهم بنسبة تتعدل 80% أهدافهم بيع يهدف أنه هو يبيع عشان عايز يفضل في السوق أصل لازم يكون كافيه كشف لو جوا الشرك عشان أسان يعرف يدي فلوس لقيا حتى بس هل هو هيقف عنده نقطة أنه هو هيفضل يبيع دايماً؟ أنت فضلت تبيع دايماً مفيش relationship أو علاقة بتتبنى ما بينك وما بين الجمهور لو فضلت كل يوم الصبح تقوله اشتري مفيش الكلام ده خالص الجمهور مش عايز كده الجمهور أسان مش عايزك تدخل تقوله بص المايك اللي أنت هتشتريه ده اشتري المايك ده دلوقتي أمال عايز إيه؟ الكاستمر مش عايزك أنه أنت تبقى له عايزك تبلد معه relationship عايزك تبلد معه علاقة هو بيشتري يعني أنا أجوزه عشان تعرف هيجي يشتري منك النهار ده مش هيرجع يشتري منك بكرة أنت عايزه أنه هو يفضل يشتري منك لفترات النهار ده بتبع له مايك بكرة هتبع له stand طب ليه هيجي يشتري منك أنت للstand عشان أنت بنيت معه علاقة معينة العلاقة دي بتقول إيه؟ والله أنا بقدم لحضرتك قيمة معينة في المنتجات بلص قيمة معينة من البزنس هتعود عليك لو اشتريت من عندي الكونتنت بيبدأ يظهر الكلام ده بشكل كبير جدا ليه؟ إنت عندك لما بنجي نبص على الكريشن والله إنت هدفك تبيع إحنا فيه مثلا براند موجود معنا دلوقتي هو موجود في السعودية والله لما جينا نتكلم معهم والله إحنا عايزين 100% من الكونتنت ستراتيجي تكون بيع إنت لو عملتها 100% هتكون بيع إنت هتبيع بس مش هواعدك أن إنت هتفضل دايما تبيع إلى الأبد لأ إنت عايز تبيع من غير كل مرة هتروح تصرف جنيه أو ريال أو دولار عشان تجيب الكلائن تشتري منه الكونتنت هو اللي بيخليك ما تصرفش دايما عشان تجيب العميل ليه الشركات أسان بتروحها على إنستجرام تعمل فيديوهات كتير قوي طب ما هي ممكن توفر الميزانية دي وتروح تحطها في الإعلانات هيعود عليه بإيه؟ هنا هيعود عليه ساعة لما هو مثلا يعمل سيرش يلاقي البراند قدامه يلاقي كافة المميزات اللي هو ممكن يحتاجها مظهورة قدامه بشكل مجاني يعرف إيه هي؟ ياخد قرار إن الحاجة اللي قدامه دي حلوة فممكن يشتري من خلالها ببلاش من غير ما تصرف عليه وهكذا إنما فكرة إن اعتمادك المية في المية على بيع فقط لا طيب إيه تاني؟ إيه تاني؟ أنت مش بتبيلد بس relationship انت بتبيلد قاعدة جماهيرية تعرف تكون موجودة عندك بمعنى بمعنى إن الكلينت اللي عندك دلوقتي أنت تعرف تعمل عليه عادة بيع مثلا لو أنت مثلا مركز على المبيعات بس تعرف تعمل عليه عادة بيع بأي فيتشر أو أي ميزة عندك تانية أو أي منتج هتبدأ تعلنه هل صعب إن أنت تعمل مثلا تبعت للكلينت بتاعك تقول له إيه رأيك في المنتج؟ لا مش صعب فهتاخد الرأيه في المنتج تعمل تاخد بيه screenshot وهتنزله عندك أو هو هيعمل لك فيديو وتنزله عندك ده هدفه إيه؟ هدفه trust ثقة فالعملة اللي مش عارفينك أصلا هيبتدوا يثقوا فيك بسبب إن العمل الأدام اللي اشتروا منك بالفعل وثقوا فيك وقالوا رأيهم أنت ما بتشتريش حاجة من على أمازون من غير ما تدخل تبص على الـ reviews بتاعته طب الـ reviews دي هو نوع من أنواع المحتوى أصلا تدلوقتي في حاجة اسمها في الـ industry اسمها UGC User Generator Content معناها إيه؟ أو إن هقول لك إن العميل نفسه هو اللي عامل مراجعة للـ order مثلا أو العميل بتاعك مش أنت اللي مطلع المحتوى ده مطلع المحتوى ده سواء مكتوب ساعة لما بتدخل على page بتلاقي فيه قسم الـ review hat ساعة لما بتدخل على تيجي تقلب كده في الإنستجرام أو تيك توك رأي العميل الفلاني في الخدمة الفلانية إيه اللي بيحصل وقتها؟ اللي بيحصل أن أنا عايز أشتري منك؟ هاخد خطوة فعالية أن أنا أشتري منك لو دخلت على أمازون ولقيت المنتج اللي أنت هتشتري ده تقيمات بتاعته سيئة ورب العز ما هتقرب منه طيب ليه عشان العملة اللي قابلك جربوا ده وقالوا أنه هو وحش طيب ما أنت ممكن تعمل محتوى تظهر فيه أن المنتج بتاعك حلو فهنا برضو بيجي لك قيمة تانية الترسد الناس بتبتأتصق فيك فهي أو قيم مختلفة كتير قوي المحتوى بيقدمها لك سواء بقى تواجد على السوشل ميديا سواء أن أنت مش عارف أقولها بالعربي أن أنت بتعمل براندينج أو أن أنت بتظهر العلامة التجارية بتاعتك بالكامل أن أنت قادر أن أنت تبني علاقة مع العميل بتاعك قادر أن أنت تبني ثقة مع العميل بتاعك وده بيترجم في الآخر إيه؟ لأرقام الناس بتبقى مفكرة أن الكونتن مش هيجيب لها فلوس حلو بقى هل فعلا أن الكونتن بعد ما أعمل كل الحاجات اللي أنت قلتها دي هيجيب لي أرقام هيجيب لي فلوس ما في المال إيه الدليل على جديد؟ إحنا بنشتغل في براند فاشن إحنا الشهر ده مثلا بيعين 900 قطعة لا 900 أردر كونتن بس من غير أعتص ليه؟ عشان أنت عامل كونتن مظبوط رايح للعميل مظبوط العملة موجودين عندك أسلم مطلع بروتكت جديد الكرييتف أو قطعة المحتوى اللي أنت عاملها قادرة أن هي توصل للعميل بتاعك بشكل قوي جدا يشيب ثم ده بيبدأ يترجم لأرقب هل في قصص نجاح تانية لبرندات مثلا مشهورة أو شركات كبيرة عالمية؟ هاب سبوت دي واحدة من أكبر الشركات اللي موجودة في مجال الماركتينج بتقدم لك كل حاجة اللي هي علاقة تعريبا بالماركتينج هي نقطة أساسية عندهم المحتوى بتاعهم ليه الشركات ممكن تعقد تكتب مقالات ومئات المقالات وتنزلها على الموقع بتاعها؟ أنت بتلاقي دايما جوه كل مقال هاب سبوت مثلا بتكتب لك مقالات تقول لك إيه أفضل CRM System عشان محمود هيدخل يكتب على جوجل إيه أفضل CRM System فيبدأ يظهر له إيه؟ يظهر له هاب سبوت هاب سبوت تدخل عندها تقول لك والله آه فيه فيه سيستم واحد وسيستم اتنين وسيستم تلاتة وسيستم اربعة وسيستم خمسة ده بقى السيستم بتاعنا ماشي؟ فلو عايز تشترك فيه أول عشر تيام أو أسبوعين أو شهر مجانا اتفضل ادخل بس التانين دول ممكن يكونوا بفلوس فاختار انت بقى براحتك فدي ويز بتبقى موجودة للكونتنت عشان تعرف تجيب بها الكاستمر انت في الإيه كوميرس مثلا أنا بيبقى وجهة نظري دايما في الإيه كوميرس ما تيجي نعمل بلوج ما تيجي نعمل جوه المتجر قسم خاص بالمقالات لأنا لما هاجي دلوقتي أعمل سرش عن أو أعمل بحث عن المايك ده وانت ما عندكش جوه أي حاجة بتقول بتتكلم عن المايك مش كاتب غير التعريب بتاع المايك أو التعريب بتاع المنتج أو البرودك ديسكريبشن هل انت متوقع ان انت هتعرف تنافس امازون وي 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 اللي هما قسم بيباعوا المايك ده لا طب ما تيجي نعمل مقال عن أهم خمسة مايك تعالي نعمل مقال عن تعالي نكتب بروتك ديسكريبشن أو تعريف منتج قسم بشكل سليم فهو تبدأ ان انت ايه تاخد حتة كده من وسط السرش فتبدأ تظهر فالناس تبدأ تجي لك انما فكرة ان ان الكونتنت مايبيعش لا الكونتنت مايبيع انت اليوتيوبرز كلهم اللي موجودين دلوقتي كم واحد هل هما بيصرفوا اعلانات على الفيديوز بتاعتهم ما بيصرفوش احاك بيعودوا سنين يعملوا المحتوى بتاعهم لحد مايوصلوا عندي رقم معين خلاص فيتحول الرقم العدد الفولورز او المتابعين واللي عاملين لهم سبسكريبش والكلام ده كلهم يتحولوا للقوة بتاعتهم فالقوة دي ياخدوها يروحوا للشركات احنا عندنا كذا لو عايز اعمل لك اعلان او لو عايز ان انا اسوق لك المنتج بتاعت بالرقم الفلاني الشركات بتيجي تلاقيهم لما مثلا حد بتاع انجليزي وفيه شركة جديدة طلعة بتاعت بتقدم كرسات انجليزي هيروحوا لمين هيروحوا للشخص اللي بيعمل محتوى دائم عن كيفية تعلم اللغة الانجليزية يقولوا والله يتفضل دي الفلوس وده المنتج اتفضل اعمل لنا اعلان هي سهلة بس الفكرة هل هتستحمل الوقت اللي لازم تاخدو عشان تقدر توصل للحتة دي ولا لا الوقت 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 قد ايه بقى ما فيش حاجة اسمها الوقت قد مينموم ما أقول لها فيه مينموم هي فيه اهداف بيزنس واهداف ماركتين اهداف البيزنس والله هنعايز يبقى عندي على ال لينكتين اكاونت بتاعي اربعين الف فولور على البيتش اه وعايزين انهم نمشيهم بال كونتنت ماركتين حلو احنا نخلينا اكتر كلامنا كله على البيع فلو انا هدفي بيع هدفك بيع يبقى انت لازم تعمل حكتك تبدأ تبا تبا او تبني الجمهور اللي هو اسمه ممكن يشتريه منك ثم اني حاج تانية انك تبدأ تبيع بشكل مباشر تاخد البيع اللي بشكل مباشر ده تاخد التقييمات والحاجات بتاعتك دي تبدأ تنزلها عندك عشان تبدأ تظهر مفيش حد في الكون كله هو قاعد معاك هيقول لك يلا بينا نشتغل content وهنبع لك بكر لو انت بزنس جديد تماما الوقت حد أدنى حد أدنى بيتحدد عشان برضو ما تدكش ارقام جزافا بيتحدد بعد اول شهر اول شهر ده انت بتعمل في ايه بتعمل في تست تشوف لان الشركات بتبقى مفكرة ان انت هتدخل او بتبقى مع الماركتينج كله هي بتنسك هي بتعمل كل حاجة في الدنيا بس بتنسى الماركتينج فبتي في الاخر للماركتينج يلا عايزين نبيع عايزين هنحط ميزانية اعلانات بالشكل فلاني لا الميزانية كبيرة عايزين ادارة صفحات ادارة الصفحات مش هي اللي هتبقى عليك ايه انت عايز اعلانات لو مستعجل على البيع يلا بينا نعمل اعلانات وانا حد تانية يلا بينا دي بتبقى التجارب اللي انت بتعملها عشان تقدر توصل للعميل السليم وتبقى عارف اللي حاجة بتاعتك دي مظبوطة قوي ولا ده كده بالبلد خلص الكونتنت برضو بيعمل نفس الشيء أستاذ محمود مش هو العميل المستهدف اللي يشتري بمنشور أو يشتري ببوست أستاذ محمود هو العميل اللي يشتري بفيديو أستاذ علي يشتري بمنشور أستاذ ستور يشتري بنوع معين من المحتوى اسمه كارسل عبارة عن صور كده بتحط جنب بعضها وشوية تفاصيل تاني انت عشان توصل للوينينج أو النجاح زي ما احنا بدأ نسميه انت بتبقى عارف عميلك المستهدف مطلع أكتر من برسونة أو أكتر من شخص ممكن تبع له وبتبقى محتاج تجرب أنواع محتوى مختلفة معه اللي بتلاقيه بيشتغل بس على اللي هو يلا بينا نعمل بوستات ما هو العائد من عميلك البوستات على البزنس ما هو العائد من عميل البوستات على التجارة بتاعتي والأهداف التسويقية بتاعتي هل البوستات هي المناسبة؟ ولا لأ؟ لا مش هي المناسبة أنا رايح على انستجرام مثلا هبدأ أشتغل على انستجرام فعلى انستجرام هو عدا نزل صور نتيجي عمي نعمل فيديوز نتيجي نعمل ريلز النوع الريل ده جاب لأن الريلز أنواع النوع الريل ده جاب النوع الريل التاني ده ما جابش النوع الفلاني أنا ببيع لحاجة أو الفئة العليا قوي في المجتمع اللي هو ممكن يدفع بألاف الدولارات ليه نوع معين من المحتوى لازم يظهر له حلو طب الريل بقى أعمله إزاي؟ مش وموضوع صعب كده مش مجرد أن أنا بالموبايل أصور وقول كلمتين وخلاص بالموبايل تقدر فعلا تصور وتقول كلمتين لطيف جدا وعشرات ومئات صنوع المحتوى اللي موجودين دلوقتي بدأوا كده وفي منهم بسم الله ما شاء الله الناس وصلت لمكانة كبيرة قوي والشباب صحابي هدف الريل إيه؟ ماشي؟ والناس كمان بتبقى مفكر هدفه بيع حلو هزنوك 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 أنت مش عارف مش عارف مسك حلو عايزنا كل حاجة بيع أنت عمله تتضافه حلو عايزنا كل حاجة بيع ماشي؟ أنا عشان أجي أورل حضرتك المنتج ده أنت كعميل اللي أنت محتاج تشوف هاخد المايك ده أحطه قدامي ماشي؟ هصور الفيديو اللطيف وعطي لك عليه voiceover ألطف وقولك تفطر ده ريل وفي ريل تاني المعمول زي الكاميرا دي ماشي؟ حضرتك وقتها نروح للمزانية لو أنت بتشتغل مثلا مع production house شخص هو اللي بينتج المحتوى بتاعك مزانية حضرتك كامل ليه؟ لأن الناس برضو مفكروا أن أنا هاجي أديك ألف جنيه يلا بينا نتشأل أنا مش معايا فلوس مش معايا لو موبايل وانت قاعد في بيتك صور يا باشا المنتج بتاعك تصوير حل ماشي؟ خليك دايما فهم نقطة العميل بتاعك بيفكر في إيه وعايز يشوف إيه وده لما بديجي نبلد الـ content strategy بنبدأ الأول نبص وده يعني بنبدأ نبص شوية في الاستراتيجية الخاصة بالمحتوى أنا ببدأ أبص على إيه؟ ببص على المنتج ببص على العميل المستهدف ببص على المنافسين قبل ما فكر أن أنا روح حضرتك جدت في السوق وعايز تعمل ريل المنافسين بتوعك بيعملوا إيه؟ الفئة المستهدفة بتاعتك عايزة تشوف إيه؟ زي ما أنا قلت لك فيه فئة ما تروحش عايز تبيع لبورجيني وتصورها بكاميرات موبايل يشي المنتج بتاعك حضرتك بتبيع محفظة باشي امسك المحفظة كده ماشي والله آه دي محفظة جلد مش عارف إيه فيها عدد جيوب معينة تشيل كم كارت إلى آخره تشتريها تقدر تدخل على الموقع أو تبعثلي على الرسائل ماشي؟ مفيش أبسط من كده ده أبسط حاجة وعايز أقول لك أن كل توجه الفترة الحالية رايح نحية الميت كونتنت المتوسط الجودة ماشي؟ ليه؟ عشان السوشيال ميديا أسان هي بتدعمك أن أنت تعمل ميت كونتنت أو زي ما قلت لك متوسط الجودة فده أسهل حاجة أن أنت تعملها بس هل هو ولا هيفضل ميكمل معاك دايما؟ لا طب غلطة فدلوقتي الفيسبوك وتويتر وسنابشات بيقدموا لك تعريفات صغيرة كده لو أنت صاحب بيزنس ممكن تدخل تعمل إيه؟ فأنت هتدخل تجرب وهتعمل وهتعرف تجيب أرباح لحد معين طيب بعد الحد ده أنت محتاج إيه؟ محتاج شخص متخصص اللي بيفرق ما بينك وما بين المتخصص أن الحضرتك بتجرب فيه أو بتحاول أن أنت تتعلمه وتعمله لوحدك فيه شخص تاني غيرك بقاله سنين بيعمل ده بس ما بياخدش الوقت اللي حضرتك بتغده وعارف يوصل لنتائج لما يقعد يتكلم مع حضرتك يقول لك آه طيب بص مجال الملابس الرؤس بتاعه عشرة يعني إيه؟ يعني أنا المفروض عشان أبيع قطع بألف جنيه لازم أن نصرف عليها مية جنيه مجال الإلكترونيات طب حلو بس أنا عايز بس موضوع الريلز زود يعني فيه تفاصيل جتير صراحة آه طب الريلز أنشر كام ريل مثلا في الأسبوع ما تشتغلش مع حد يجي يقول لك آه أنت لازم تعمل كده من غير ما يعرف إيه هي البيزنس جولز أنا بقى لفه وهدور برضه على حتة أهداف البزنس بتاعتك ما تتعاملش مع أهدافي بيع على سبيل المثال أنا مطجر عايز تبيع قد إيه أنا هقول لك بقى نموذج أنا دولتي مطجر ببيع ملابس أولاين حلو عايز أبيع مثلا في الشهر خمس تلاف حبة حلو خمس تلاف حبة دول لو أنت مطجر جديد مش طف تعمله بالكدت حلو ليه أنا مش واسق في حضرتك ومش واسق في الماتريا اللي بتاعتك فهتعمل حاجة حلوة ماشي هتروح تدي المنتج الحد ماشي قول له يا باشا زي اللي بيحصل في الإنفلوانسر ماركتينج هتقول له يا باشا تفضل ورين زي اللي بيحصل في الإعلانات الخاصة بالمشاهير ماشي هتقول له يا باشا تفضل ده المنتج بتاعي قول لي رأيك في فيديو هتاخد رأيه في فيديو هتنزله عندك ماشي وتعمله مثلا برومو كود فيبدأ يجيلك ده كده نوع ريل ماشي ثم بعد كده هتجيب حد يلبس الدرس أو الأميس اللي بتاعك وتبدأ توريله التفاصيل ماشي ثم بعد كده هتطلع تتكلم في ريل حلوة قوي تقول ليه هتشتري الأميس ده أصلا ماشي الأميس ده أصلا هو مصنوع من المادة الفلانية اللي بتعالج إلي 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 فأنا أبدأ أظهر قيمة الأميس افرد الأميس ده بألف ريال طيب إيه اللي أنا هدفعه عشان أشتري أميس بألف ريال إيه القيمة اللي هكون مستفادة من هكون مستفادة من حضرتك إن الأميس ده فيه واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة مميزات كتيرة قوي تستاهل الرقم اللي أنت هتدفعه لازم أنا أشوفه يشي لما بنيجي نعمل على الإنستجرام في الريل بنقول مثلا إن إحنا محتاجين ننشر أول شهر تلاتين ريال ريال كل يوم هل في بيزنس هيستحمل إنه هو يشتغل برودوكشن تلاتين ريال كل يوم لأ الشخص أو الشركة المفروض تعمل كام ريال في الشهر هلفه هدور برضه حوالين حتة هدف البيزنس إيه هدف البيزنس بيع إيه اللي يخدم البيع في الشهر هنيجي أنا وإنت نقعد مع بعض كده نقول آه حضرتك عايز تبيع ألف منطج في الشهر فإحنا محتاجين نعمل عشر ريال عشان العشر عشان الريال هيجيب لي ميت بيع فيش حاجة ما جد خلص شي طيب في حاجة اسمها إيه في حاجة اسمها إن أنت هتعو تشتغل على أنواع محتوى أو المحتوى ده بشكل معين عشان يقدر يبني تراست ما بينه كابل عميل زي إيه أنا بتكلم دلوقتي على مثال بتاع متجر الملابس متجر الملابس اللي في السعادية لو رحنا عند متجر الملابس اللي في السعادية سعره كام الفئة المستهدفة بتاعته بتاخد القرار على أساس إيه ماشي إيه الحاجة اللي هتحثهم إن هم يشتروا منك إيه المميز عندك مش عند غيرك ماشي قيمة البزنس بتاعتك عاملة إزاي خدمة العملة بتاعتك هتكون عاملة إزاي من بعد البيع كل الحاجات دي أنت محتاج تظهرها أصلا للعميل عشان العميل ياخد قرار شيره منه أنت دلوقتي أنت دلوقتي بتشوف مثلا فيه جروبس أو أو مجتمعات موجودة لو حد رفع موبايله دلوقتي وقال عليك وحش أنت البزنس بتاعك اتخرج فأنت المفروض هتعمل إيه عشان تظهر للعميل كافة خدماتك وقيمك الخاصة بمشروعك عشان تقدر تبيع وفي نفس الوقت تباعتك الكونتنت البيعي مش هو الأساس دايما الكونتنت البيعي يعني احنا هنكتب كونتنت حل ونحط له سيتي إيه لطيف نقول له اتفضل اشتري يعني السيتي إيه هو كلتو أكشن حاجة تحس أنه هو ياخد قرار الشرق تمام وهتنزله ثم بعد كده تبدأ تقيس لو أنت بزنس جديد خالص تماما هتبدأ تقيس وتعمل تحليل للحاجة دي وصلت أو لا وصلت الفئة المستهدفة بتاعتها أو لا قدت الغرب بتاعتها أو لا كم شخص جيه اشترى منك من خلال المحتوى اللي أنت عملته ده تبدأ بقى تاخد الأرقام دي كلها وتبدأ تشتغل عليها تاني ليه أنت دلوقتي عملت ريل بيعرض القطعة الملابس بتاعتك بشكل معين ماشي فيها بقى التفاصيل والخياطة واللوجو ومش عارف إيه والدنيا زي الفل وتمام ونزلتها وقطعة الملابس تانية وشخص تاني لابس المنتج بتاعتك وبيتصار فيه في المراية اللي بتوري فيه تفاصيل المنتج بتاعتك جوفايرل أو انتشر ماشي وبرضو معدلات الانتشار هشرح لك لأنها مختلفة تماما والنحية التانية الفيديو بيعرض المنتج في المراية ما تشافش كتير طيب يعني ده طلع وده ما طلعش فهتبدأ تاخد اللي طلع تبدأ تحلله تشوف طلع ليه تبدأ تاخده تاني تعمله زي مش هقولك إعادة تدوير بس هتعمل زيه مرة تانية مع إضافة أكتر عشان يبدأ يتشاف تاني وهكذا طيب انت بتقسه ازاي انت بتقسه مش بتقسه على المنافس بتاعك اللي بقله سنتين في السوق والأكونت بتاعتهم عدية مئات الألاف لأ انت بتقسه عليك انت انت عملت عشرة ريلز فيه اتنين منهم العشرة ريلز مثلا متوسط المشاهدات بتاعتهم ألف فيه اتنين منهم متوسط المشاهدات بتاعتهم عشرة ألاف انت كده طلعت فيرال بالنسبالة ليه؟ لأن انت لو بصيت على منافس أو بصيت على على الفيراليتي ده جاب مليون المنافس بتاعي جاب مليون ما انا كمان عايز اجيب مليون زيه فهنبدأ نبص الريل ده مصرف عليه فلوس ولا الريل ده معمول ازاي ايشي الريل ده نازل امتى العملاء اللي موجودين على البيتج بتوعه كلهم ترستت فيه ووثقين فيه ولا لأ نوع الريل وهو بيتعمل أصلا تمت على أساس ايه الاستراتيجية الخاصة بالمنافس بتاعك عاملة ازاي لان انت انت بتقولي انت انا هنازل كام ريل في الشهر تعالى نوعد نحلل ايه اللي انت بتعمله ايه اللي المنافس بيعمله الفئة المستهدفة بتاعتك هنجيبها ازاي طب حلو احنا عرفنا الريل بتفاصيلها الكتيرة طيب دلوقتي ايه بقى الطرق التانية في التسويب المحتوى غير الريل حلو في الوقت الحالي الاسرع انتشارا هو الريل على البلاتفورم ثم على حسب انه بلاتفورم بقى تشتغل على حسب انه منصة سنابشات هل سنابشات هتنزل عليها بوستس هتنزل عليها منشروط بينزل على سنابشات منشروط هو اه بس الغالب فيديو حل يبقى المنصة رأسية النقطة الرأسية في المنصة بتاعتك ايه فيديو فيديو طيب حل محتاج ان انت تنزل منشروط على سنابشات لا هتتشاف ضعيف يبقى احنا هنلجأ اللي ايه على المنصة دي فيديوهات هنروع على تيك توك ايه اللي بينزل على تيك توك فيديوهات ثم صور بتتعمل فيديو تمام ايه اللي بينزل على انستجرام فيديوهات برضو ثم الصور ثم الكاروسل ثم الصور طيب حط على جنب ايه اللي بينزل على الفيسبوك وبينتشر بوستس نشي بس ايه بس الفيسبوك ما بيحبش حد يأكل من منابو فعمل ايه قالك برضو الريلز هتطلع عندي أسرة فانت بتعمل ريلز ثم منشروط او بوستس تحط على جنب لينكد ان شو دعفتعم الفيديوهات هتطلع تسفلت انت وشك في الارض والله العظيم ليه المنصة مش بتدعم الفيديوهات بتدعم ايه بتدعم البوستات بتدعم الكاروسو البوستس بتدعم المقالات فانت بتشوف المنصة محتاجة ايه ايه المنصة اللي انت بتشتغل عليها عملائك عايزين يشوفوا ايه لان انت تويتر تويتر ايه اكتر حاجة بتجوف في ريل فيه هل الفيديوهات لا بس فانت هتعمل ايه هتعمل منشروط ده كده وانت بتتكلم على حتة السوشيال ميديا ايشي طيب حضرتك عندك موقع اه الموقع بتاعك مكتوب بشكل سليم حلو انا عندي موقع بس مش بتاع الكونتنت هو اللي يعمل الشغل بتاع الاسي او ولا في فارم بينهم لا طب الاسي او هدفه ايه هدفه هنقولها بالشرع خالص هدفه انه هو يخلي المنتج يخلي المتجر او الموقع بتاعك يجلو زوار من غير ما يصرف اعلانات صح صح اللي بيدعمه عارف برضه زي الميديا بير زي الاعنات المهوال اللي بيدعمه الكونتنت الكونتنت بقى بيدعمه في ايه في مقالات يدعمه في كتابة محتوى الموقع وبأكد لك الحتة دي لاني انا بشوف اشياء غريبة وفعلا شركات بي بقى عندها فرص كبيرة جدا لكن هي لا تهتم نهائيا بكتابة الموقع بتاعها بشكل سليم فالكونتنت يدخل يعمل ايه يطلع لك مقالات يطلع لك صفحات هبوط يطلع لك موقع مكتوب بشكل سليم ليه؟ عشان العميل لما يدخل عند حضرتك يدخل في حاجة اسمها رحلة العميل طب هو ازاي ازاي بيطلع ازاي اصلا بيوجد افكار حلو ازاي يجيب افكار اوكي على جزئية مثلا نقسمها لحاجتين على جزئية السوشيال ميديا وعلى جزئية الموقع ماشي والمقالات الى اخير حضرتك لو هنتكلم على محتوى بيعي صرف على السوشيال ميديا حضرتك محتاج تبص على قوة حضرتك في انتاج المحتوى هتكون عبارة عن ايه؟ حضرتك ما تقوليش ان انا عايزة بيع على سناب شات وعايزة بيع على تويتر وعايزة بيع على تيك توك وعايزة بيع على انستجرام بس انا مش عارفة عامل فيديوهات لأ كده انت مع السلام ماشي فأنا عارفة عامل فيديوهات فتعالا نبصوا مع بعض على الاستراتيجية ان احنا ممكن نطلع بيها افكار ايه اللي الكلينت عايز يشوفه؟ المنافس بتاعك بيعمل ايه؟ 300 ألف أدات زكاء الصناعية تعرف انت وهي تقعدوا مع بعض كده هقعد ريئة تطلعها افكار سوا ماشي تقعد مع التيم الجميل بتاعك اللي موجود جوا الشركة الجماعة والله عندنا المنتج الفلاني عايزين نبيعه نوصل للعميل بتاعنا ازاي ايه؟ الافكار اللي احنا ممكن نجيبها عشان توصلنا للعميل هل ممكن نستخدم مثلا الميمز او او مش عارف ميمز يعني ايه بالعربي عارف انت البوستس اللي بتكون هزاره مش عارف ايه والكلام ده هل ده ممكن نستخدمه للبراند بتاعنا ونطلع منه محتوى اه تمام زي الفل هل المحتوى بتاعنا هنعمل محتوى تعليمي ايشي عن المنتج بتاعنا اه تمام زي الفل فهتبدأ تبص على المحتوى التعليمي الافكار بتاعت المحتوى التعليمي هتكون ايه وتروح الناحة تاني المحتوى هل هتعرف تبيع من خلال المحتوى التعليمي اه زي الفل هتروح بعدها لمثلا المنافس بتاعك تشوف المنافس بتاعك بتعرف ان في حتة دايما الشركات ما بتبصش عليها وهي ان العميل اساسا هو اللي بيدي لك الفكرة انت بتلاقي يعني احنا مثلا فيه جروب بيزنس كبير قوي موجود الجروب ده بتلاقي الناس داخلها تسأل على عناصر محددة جوه البيزنس ويتعلموها ازاي وايه المصادر اللي هما ممكن يتعلموا من خلالها فحضرتك ممكن تشوف التجمعات دي تعرف تطلع منها افكار احلى افكار تعرف تجيب على الافكار اللي انت بطلعها من عميلك مش صعب ان انت تسأل عميلك حضرتك محتاج تشوف مننا ايه هل هتخلق يعني كبزنس هتحس ان انت عملت حاجة بحشة ما هو يقولك مفروض انت فاهم في الشغلية فانت هل تقولي لا انا بقولك كعميل مش عميلك الشخص اللي انت بتشتغل معاه العميل الاند يوزر او الشخص النهائي اللي بيشتري منك ماشي هل صعب ان انت تقوله انت محتاج تشوف ايه من عندنا حل هل هو هيحس بايه اساسا من لما تيجي تسأله سؤال هيحس بالتقدير يا لا هو ايه انت انت كده خلاص انت كده قفلت مع العميل الكل اللي انت عميلك ماشي فاخدت منه فكرة هيقولك والله انا محتاج ان انا اشوف القماشة القماشة بتاعكم عاملة ازاي ماشي هحتاج ان انا اشوف خدمة مباعدة البيع فيه مثلا براند في مصر مشهور اسمه سترا ماشي سترا بيعمل ايه سترا شغال بالميم ماركتينج ما بيعملش غل ميمز ما بيعملش غل محتوى هزور ومن اعلى البراندات اللي بيتبيع في قطاع الملابس في مصر هل ده صح؟ والله يبشر الرجل قرر ان هو يعمل الاستراتيجية ان هو هيخلي كل حاجة هزور باعت معاه؟ لا باعت بيجيب افكار من اين؟ بيجيب افكار اول ما حدث معين يحصل يجيب عليه على طول يشوف الحدث ده مناسب للبراند بتاعه لا لا فيروح ايه؟ عامل عليه فكرة فكده انت عملت حاجة اسمها نيوز جاكينج ماشي؟ او المحتوى الخاص بالترندات والمحتوى الخاص بالاحداث السريعة يشيب فكده ده جزء كده في الافكار انت وانت قاعد الفكرة الفلانية انت عايز تعرض المنتج بتاعك هتعرضه ازاي؟ هعرضه بفيديو الفيديو هيكون شكله عامل ازاي؟ شكله هصوره انا معاييش امكانياته هصوره بالكاميرا فصور المنتج بتاعك من كل اتجاه وظبط حالك ومع شوية مزيكة لطيفة والدنيا زي الفل فيديو تاني بقى معاك فلوس تصرف فتجيب فيديو ايدوتر او شخص بيمانتج الفيديوهات فيبدأ يطلق لك يخلي لك المنتج بقى يلف يخلي لك المنتج تطلق تحط عليه تيكست معين معاك فلوس اكتر او معاكش فلوس هتسجل انت الفويس اوفر بنفسك تحكي عن المنتج بتاعك تجيب عميل يحكي عن المنتج بتاعك كل دي افكار بس هي المشكلة مش دايما في الفكرة الافكار مترمي معنى صح طيب ايه المشكلة المشكلة هو مدى اقتناع صاحب العمل باللي بيتعمل ده عشان يقدر يوصل لهدفه الاخير طيب عشان اعالج بقى النقطة دي انا عملت افكار واشتغلتها واشتغلت في الافكار دي بالفعل ونشرتها على الصفحات ازاي بقى اقس النجاح بتاعها عشان اعرضها على صاحب الشركة او اعرضها على مديري او حتى نفسي انا اقتنع ان لا ده فيه تقدم انت دايما بتبص على الكريشن لو هو شخص مسؤول عن المحتوى فقط لا اكتر ولا اقل انت بتبص على هل النقطة اللي هو عملها دي وصلت الهدف لان برضو احنا بنجهل استراتيجية يشي دايما بنحب النطة الحتة دي نفسي حد الوقت والله نفسي افهم ليه يشي من وسط عشر هتقعد معهم في شخص هيقتنع ان هو لازم يعمل استراتيجية الاستراتيجية دي بيتدفع عليها فلوس لوحدها فهو لا اه احنا لازم نعمل استراتيجية اه هدف الاستراتيجية بيبدأ يتحدد حضرتك احنا محتاجين نعمل توعية بالبراند الخاص بحضرتك في السوق بتاعك حضرتك براند جديد نوفي محدش يعرفك فمحتاجين نعمل توعية نعمل توعية هنعمل فيديوهات عن قيمة البراند هنعمل بوستس عن قيمة البراند هنعمل مقال عن قيمة البراند ماشي فده قدر يوصل للعميل بتاعك كده انت حققت هدف طيب قدر يوصل بالنسبة الدقيق لان انت انت بتعمل هتيجي تتكلم مع الشخص اللي بيشتغل هيقولك طب هتقوله لا ما عملت اوارنس انا جايب مليون فيو طب المليون فيو ده دي عباية حريمي وجايبها مليون فيو 950 الف منهم رجال فانت كده عملت اوارنس سليم لا انت كده ما عملش اوارنس سليم انت كده صرفت فروسي على الارض طيب تعالوا ندخل على الجول الجول بتاع ان انا اوصل لمليون طريح محدد تحديدا تام انا عايز اوصل لمليون مليون 6 يكون معدل الوصول بتاعي عالي بالنسبة معينة معدل التحويلات بتاعي تيجي من الحاجة دي بالنسبة معينة فتبدأ تقيس ليه ماينفعش ان انت تععد مع حد هتبع له باعة من غير ما انت عارف هتقسها ازاي وفي نفس الوقت ماينفعش تأديوكيت وتعلم العميل بتاعك لان دي نقطة مهمة او انت لازم تعلم العميل بتاعك اعلمه ايه اعلمه ان حضرتك اللي بيت عمل ده عشان نوصل لكذا ليه لان هدف البزنس بتاع حضرتك بيقول واحد اتنين تلات فاللي احنا بنعمله ده بيتوافق مع هدف البزنس هياخد وقت هياخد وقت واحد اتنين تلاتة اربعة فانت عندك في ادوات القياس عندك الوقت اللي انت بتقدر توصل به للهدف المحتوى ده اساسا طالع هاي كواليتي ولا لا طالع جودته عالية ولا لا ماشي وصل للعميل المستهدف بشكل سليم ولا لا ادري يحقق لك ايه كل الحيات دي انت بتبدأ تعرفها بفاكر ساعة لما ولتلك ايه بيتست والتجربة الاولى دي كل الحيات دي انت بتبدأ تفهم منها تبدأ تفهم منها ايه تبدأ تفهم منها العناصر دي كلها عشان تقدر تكونها بشكل سليم عشان تعرف تقدمها لعميلة هل انت عمرك اشتغلت مع عميل وجي قال لك انا مش هشتغل معك رشار واحد بس عشان اقيس نتيجة حضرتك احنا ملحقناش لسا نسلم على بعض والله نتيجة نتيجة احنا ملحقناش فعلا نسلم على بعض طيب محتاجين نشتغل قد دي انا حاجة اقول لك انا هوصل لقد دي بعد ان ما اعمل الابتست انت لما بتيجي تحط ميزانية اعلانات لسنابشا بتيجي تقول ل العميل انا هبعلك بكذا لا بتيجي تقول له ايه اصبر للاابتست طيب حضرتك هتحط ميزانية كام هتحط لنا في الاستراتيجية ميزانية اعلانات كام هحط لك في الاستراتيجية ميزانية اعلان متوسطها كذا ليه لان هي تزيد او تقل على حسب ايه على حسب الابتست فكل حاجة لازم يكون لها التجربة عشان تعرف ان انت تدوس فيها ومع ذلك ما بقولش ان انت التجربة دي معناها ان انت شخص فاهم يعني بعيدا ان انت داخل التجرب انت فاهم انت هتعمل ايه مش هتروح تقول لي العميل بتاعك الميزانية اعلانية 10.000 ريال وهيجبه لك 100.000 ريال طيب حضرتك استهى على اساس ايه استهى ان استاذ محمود بقاله سنين سنين شغال في القطاع ده في القطاع الملابس مثلا فهو عارف معدل التحولات بتاعة الاعلانات كان بالزبط واللي هيعود على العميل كان ده بعد تجربة قدي بعد تجربة سنين غير كده انت مش هتعمل فضحك او هيفضل برضو عند استهى محمود اللي عنده خبرة سنين اصلا هيقول له لا والله لازم برضو اعمل منتج حضرتك مكلف منتج حضرتك معدل التوصيل بتاع شركة الشحن في مشكلة شركة الشحن بدل ما هي بترفع التليفون على العميل مرة بدل ما هيترفع التليفون على العميل 3-4 مرات بترفعه مرة واحدة بس عميل رد ايه يا فنظم حضرتك احنا موجودين حضرتك متاح تستلم دلوقتي انا تحت البيت لا والله مش متاح تعلق بكري ماشي خلاص ما لغي فاهمني؟ ده هاي سمع في ايه في الاخر؟ فان الرد بتاعتك متسلمتش فالعميل هيجي ايه؟ هيجي تخني معك انت والله العظيم ما بهزر هيجي تخني معك انت عشان شركة الشحن مش عارف مالها ده مرضود ليك طيب حلو اولي انا عملت اختبارات اللي هو الابتست اول شهر بدأت اشوف كده فيه انواع معين من المحتوى هي دي اللي بيجيب نتائج كويسة وبدأت اكتب الاستراتيجية اللي انا هشتغل عليه ايه هي اهم عناصر الاستراتيجية بتاعتين المحتوى باختصار ما قبل الاستراتيجية والاستراتيجية ما قبل الاستراتيجية ما فيش ما بعد الاستراتيجية ما بعد الاستراتيجية الاناليسس حالو ساحنا بنبحطنا جوه الاستراتيجية ما قبل الاستراتيجية لو انت كنت انت كريتر او صاحب عمش المنتج بتاعك تفاصيله بالكامل كصانع محتوى أو كاتب محتوى أرجوك ما تشتغلش على منتج يلا كده والسلام لازم تعرف المنتج بتاعك عارف أنت الفور بيس اللي احنا كنا نتعلمهم في الماركتينج الزمان اللي بيبقوا مرتبطين بالمنتج سعر ومكان وي 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 لازم حضرتك تكون عادة تدرسهم مميزات المنتج بتاعك قيمة المنتج بتاعك ليه العميل هيشتري من عندك النيتز دي موجودة ولا لأ المنتج بتاعك الكواليتي بتاعته عاملة ازاي كل المعلومات دي بتتكون عند حضرتك عشان حضرتك تبدأ تاخد خطوة نحيط فيما بعد مين هيشتري من حضرتك هيشتري من حضرتي عمر وسيد ومعاز عمر وسيد ومعاز تعالى نبالة الباير برسونا بتاعتنا أو العميل المستهدف بتاعنا مين هو عمر أنا ببيع منتج بألف ريال مين يقدر على أنه يشتري منتج بألف ريال شخص متوسط داخله كذا عايش كذا سنه كذا بيعمل كذا عنده أهداف في المنتج بتاعي عنده نيدز عنده تحديات فيبدأ اشتري المنتج بتاعي ككونتنت كريتور أرجوك أربط ما بين المنتج بتاعك قبل ما تنتقل للمرحلة الثالثة قاعد مع نفسك كذا شوف المنتج وشوف العميل المستهدف ثم ابدأ أنا عندي النقطة هنا تتوافق أنا عندي المايك ده أنا عندي تحدي إن حضر أستاذ محمود صنع محتوى مش لقي مايك سعره متريال وبيدور على جودة كويسة أنا المايك بتاعي سعره مية وعشرين ريال وبيقدم جودة قوية قوي أستاذ محمود عايز يدفع مية بس أنا هقنعه إزاي يطلع على عشرين الزيادة دول فأقعد أبدأ أشوف القيمة بتاعت المنتج وماذا يبحث عنه العميل والتحديات الخاصة بيه والإحتياجات الخاصة بيه وأجيبهم مع بعض ده كده دي فكرة دي بحد ذاتها خلاص بقت فكرة فهتخذها تحطها على جم تبدأ تبلي عناصر كده قدام عليه او تبني عناصر قدام عليه وتروح عند الخطوة اللي بعدها المنافس بتاع حضرتك بيعمل إيه هتروح بقى على أدوات كتيرة جدا لقياس المنافسين المنافس بتاعي بينزل 10 posts بيرمانتس واربع ريلز وي 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 طيب الأدوات دي برضه هتبدأ توضح لك نزب الوصول والكلام الحلو ده كله فأنت محتاج عشان تعمل ده عشان توصل لأرقام دي هل محتاج تنفذ نفس الاستراتيجية لأ حضرتك ممكن تكون جديد في السوق وهو قديم حضرته هو جديد بس داعم المحتوى بتاعه بفلوس إعلانات كبيرة قوي تفاعل وحضرتك محتاج أن انت لسه تستورت فتبدأ تحلل المنافس بشكل كامل طيب المنافس ده عنده موقع أساسا شغال عليه طيب ما تروح على ويب سيميلر دي أداية تحط الموقع بتاعه معلش يدفع الاشتراك بتاعها وهيطلع لك المنافس بيأكل ايه لو حبيت تعرف هو ما عنده مشكلة انه هو يقولك بدخل الموقع كام عدد الموظفين الناس بتوصل للموقع بتاعه ازاي لازم دي دي اختصارات هتختصل على نفسك وقت كبير قوي وإحنا بنطها خلصت أول 3 عناصر منتج فئة مستهدفة ومنافس تعال نخش على الاستراتيجية ايه الأهداف بتاعت الاستراتيجية أهداف short term على المدى القصير وأهداف long term على المدى البعيد أهدافي على المدى القصير ان انا اعمل توعية للبراد الخاص بيا أهدافي على المدى القصير ان انا اجيب عملة يشتريوا مني من غير مصرف عليها فلوس يعني من غير فلوس اعلنت لان الكونتنت برضه انت بتصرف عليه فلوس بتحط أهدافك تعال نبص هل الأهداف دي سمارت هل الأهداف دي ذكية قابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومحددة آه تمام الهدف يتعامل عليه صح تعالي ننزل للخطوة اللي بعدها الفئة المستهدفة اللي احنا تكلمنا من عليها من شوية جبناها كلها اسمه سنه عنوانه بيأكل ايه بيشرب ايه احتياجاته بيفكر في ايه اهدافه تحدياته حطها حطها في الحتة دي في الفئة المستهدفة بتاعتك عبارة عن مين بالزبط طيب تعالي نبص البعدها ايه المنصات اللي انت هتشتغل عليها لان المنصات مرتبطة بالدول مصر اول حاجة عندها الفيسبوك والانستجرام ماشي سعودية سنابشات تويتر انستجرام تيك توك الامارات مثلا سنابشات ثم بعد كده انستجرام ثم بعد كده تيك توك ثم بعد كده فيسبوك وتويتر ماشي فانت هتبع عارف الفئة المستهدفة بتاعتك بتستخدم منصات عاملة ازاي ثم بعد كده تعالي نروح على البعده تعالي نقعد نفكر في اشكال المحتوى ممكن تبع عاملة ازاي ماشي اه البلادفورم دي عايزة فيديوهات يبقى هنا هنطلع فيديوهات ماشي طيب طلعنا حددنا انواع المحتوى اللي هيتم انتجها طيب تعالي نحدد اعدادها ماشي كم في المية ما تقوليش السنة هعمل اربعة اربعة ريال وثلاثة مش عارف ايه واثنين مش عارف خليها ماشي برسنتج خليها ماشي كم في المية عشرين في المية فيديوهات خمسة في المية كارسل ستين في المية بوستس على حسب برد انت عايزة توصل لايه خلصنا ده يلا بينا ننتج اساسا المحتوى انتجنا المحتوى المحتوى كل محتوى لي خطوات معينة في انتاجه محتوى الفيديو البودكاست انت عايز مايك عايز 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 تحضر الورق كل حاجة ماشي عايز ثم بعد كده يلا نصور صورنا ثم بعد كده يلا بينا نعدل ونزبط الدنيا ثم بعد كده يلا بينا ننزل المحتوى دي خطوات خطوات داخلها عناصر كتير جدا كذلك خطوات صناعة المحتوى برضو التانية فهتمشى على خطوات صناعة المحتوى بتاعتك بالكامل لحد اما اطلع المحتوى بتاعك زي الفول اعمل اعمل مواعيد نشر طيب انا هعرف مواعيد النشر منين انت عندك مفيش منصة حضرتك بتستخدمها مهما كانت ايه الا وليها داشبورد الداشبورد دي هي الاداء الرئيسية لادارة المنصة الخاصة بي بتقول لحضرتك اللي موجودين دول موجودين امتى وفين ومن اي مكان ومن اي دولة ومن اي محافظة ومن اي مدينة هجي قموا فاتحيني الساعة كام فحضرتك هتبدأ تحدد على هذا الاساس في الكلندر بتاعك او الجدول بتاعك هتزبط جدول النشر بتاعك من الاول لالاخر تمام عملت نشر الموضوع انتهى انتهي ده خلصت نص الشغل طيب النص التاني تعال بقى نبص على الكي بي ايز والجول اللي احنا محددينها هل ده فعلا حقق الجول ولا طيب حقق الجول الانالسس بتاعتك او التحليل بتاعك للمحتوى ليه المحتوى ده طلع وده مطلعش تعال نبص الكونتنت كان مكتوب ازاي الفيديو كان معمول بأنهي طريقة نزل امتى فمعدل التفاعل زاد ولا قال هل الموضوع انترتيمنت ولا الموضوع عصمي كده وجامد في نفسه فمحققش حاجة همني فهتبدأ تحلل طلعت التحليل بتاعك بالكامل على حسب الكي بي ايز اللي محدودة طلعها تحليلك بالكامل زي الفول تعال نبلد ونقدت تاني او هتامشي برضو نفس البروست كل ده يا احمد اه طبعا يعني موضوع مش فيديو كده او صورو موضوع مش قص ومش عارف ده ده انا معاك في انه هو انه موجود ماشي ده هيستمر لحد انت ده مش هيستمر كتير دي مقولة شهيرة جدا في الادارة لو انت مش هتعرف تقسها مش هتعرف تدرها فلذلك مهم جدا ان انت تحط مؤشرات لقياس الاداء لكي بي ايز عشان تعرف تقيس المحتوى بتاعك ده وتشوف فعالية المحتوى ويطار حق الاهداف اللي انت عايزها مش مجرد بس المشاهدات مش مجرد متابعين لا اهم حاجة يعود عليك بمبيعات وبشرة لو كان هناك فيك بيع يقول عليك بانتشار واسع وده يحصل فيها الناس تقول لك اه نشوفنا اعلانك احنا شوفناك احنا شوفناك وتتعرف في زهن العميل في حلقة عندي في البودكاست كانت مع مصطفى وابو صمرة لسه دي هتنزل كمان شهر تاريب مصطفى صاحب محل كايزو واحد من اكبر محلات الشهر المال الموجودة في مصر قال حاجة حلوة قال لك لو انت ماكنتش جوه الكوزين جوه اول تلاتة بيتم ذكرهم في السوق يشي انت كده برا المنافسة انت متخيل ايه عاملة ازاي شوف مثلا فيه كم ماركتنج اجنسي موجودة في السوق وانت دايما بتعرف مين سبورتس كجامل اعلانات FB7 كرياشن كذا فاهمني فانت لازم تبقى دايما حتى في مجال الملابس يشي مين اكبر واحد من اول تلاتة موجودين في الامارات في مجال هناك ما بيشمهاش شوز بالنعل عندك المندوس فانت لما بتفكر انت تشتريم مين انا عندي كذا وكذا والمندوس فهتبدأ تعطهم فدي برضو ادوات قياس انت بقيت عامل اللي انت عملته ده حققلك ايه مش بس على السوشيال ميديا او الديشتر ماركتنج حققلك ايه كمان على ارض الواقع حلو حققلي ايه على ارض الواقع انا عن نفسي او انا كعميل عايز افضل نتاك تتحققلي بس ازاي اعمل موضوع الكونتنت ده يطرب نفسي ولا اروح لشركة ولا اروح لفريلانسر حلو زي ما انا قلتلك دايما بيكون في مشكلة مثلا في ميزانيات ان انت كشركة جديدة مش عارف تحط ميزاني انا هفطارد دلوقتي انا مش معايا ولا ريال ولا ريال بكاملة موبايل حضرتك هتعرف تعمل كل حاجة طيب معايا 10.000 ريال 10.000 ريال هتروح لشركة تعمل لك الليلاتي كلها هتوفر على حضرتك ايه هتوفر ان في شخص مختص هو اللي بيعمل لك الحاجة مع احترام الكامل حضرتك مهما كنت فاهم وعلى اطلاع بما يحدث وعلى اطلاع بالجديد في المجالات دي حضرتك مش متخصص طب ما هو الفلوس دي بدل ما اتفحل حد طب ما انا يعني هو مش يعني الكونت او المحتوى ده يعني مهارة ولا حاجة مكتسبة ممكن هتعلمها انا وعملها بنفسي حلو قوي كبزنس اونر وصاحب عمل هل حضرتك هتروح بقى الحتة زينية خالص هل حضرتك عندك وقت لا طب لو عندي اعملها بنفسك بس خلي بالك ان انت ورده هيجي وقت واش هيكون عندك وقت ليه حضرتك احنا بنتكلم مثلا على مثال من اول الحلقة عن صناعة الملابس صناعة الملابس فيها ايه فيها تصنيع operation مواد خام توصيل marketing ايه تاني بزنس نفسه ادارة البزنس ادارة التوسعات حسابات حضرتك خطوات تعمل كل ده طب ما ما تجيبش محاسب وعد حساب وعد انت خلص محاسباتك ما تجيبش مدير مشترك عملت مع ناس كتير وطلعوا مش كويسين حلو ايه اللي حكوماتك مؤشرات الاداء ال KPIs حضرتك تعملت معدها وحش وماقدرش يحقق لك حاجة بعد اول شهر والتاني شهر والتالت شهر سيبه ويمشي في حد تاني في حد تاني ما انت مش هتروح له تقول له والله ازاي انا عايز اعمل content انا عايز اعمل marketing ابعت الportfolio بتاعك الشغل اللي انت حضرتك عملت قبل كده فيبعته لك طب حضرتك عملت عاجة قبل كده في مجال الملابس لو هو شخص صادق يوم في المية هيقول لك اه حضرتك انا عملت وتفضل لا ما عملتش خالص بس بس كشخص بيتبيع بس النتائج الخاصة بيا في مجالات واحد واثنين وتلاتة تقدر تشهد لي اني فاهم في المراحل المحددة اللي اقدر اوصل لك بيها لعميل بتاعك وانا لو عايز اباعلك انا كم اتولي حضرتك مش وقتنا طب ما تيجي اعمل لك presentation صغيرة اجاعد معاك اوضح لك ايه اللي انا ممكن اعمله من الاول للاخر خاصة بحضرتك مش هاعد ميا فيها فلوس بس انا مش هاعد ابني استراتيجي انا هشرح لك ايه اللي انا هعمله وهيعود عليك بايه بمتوسط هدتك اقتنع شكرا دي لكي بي ايز بتاعتي انا مش تقولش ما عامل من غير كي بي ايز دي لكي بي ايز بتاعتي انا حققتها تمام زي الفل حققتهاش دي كده كرسة عندي انا مش عندك انت طب في نقطة انت قلت يا احمد في الاول انا مش هقدر اديك كي بي ايز الا لما اشتغلك لمدة شهر وشوف النتائج حلوة قوي انا مش هديك كي بي ايز مش هقولك مش هتاخد كي بي ايز خالص وحضرتك واحدة من ضمن الكي بي ايز ان انت هترفع تليفونك علي تلاقيني مش هنا مش فري لانسر هتديله الفلوس ثم يختفي اسبوعين ويرجعلك بعد كده يقولك اه ما عليش والله يا صلا الصلاة نسيت بس انا مش عارف ايه اه على الاقل كي بي ايز ان انت تكون ملتذم بشغلك بالكامل بتطلع كوالتي عالية دي كي بي ايز مش لازم ان كي بي ايز تكون الرقم ده لازم يتحقق عشان لهم متحققش مش عارف ايه هتشتغل مع حد يعرف حقالك ارقام وهتعد تجري وراء شهرين وثلاثة هتعد تتصل بي اسبوعين ما بيردش والأرقام متحقق انت كعمير راضي لا حلو فالكي بي ايز مش بس على نطاق التطبيق هي على نطاق التطبيق على نطاق التعامل على نطاق التواجد ما بينك انا واحدة اهم سيرفيس عندي مش الخدمات بتاعة المحتوى اللي انا بباعها او خدمات الماركتينج او البراندينج ده مش الاهم الاهم عندي اللي انا بنافس به في السوق هي قيمة التواصل ما بيني وما بين العميل يشي الفلو اوب بتاعي انا ما بستناش العميل يقول لي صباح الخير استاذ احمد اخبارك فين الشغل ما بتتعملش عندي دي لو حصي طيب ما انا كده عندي كارسة في الفلو اوب انا بتابع مع العميل وانا ما عنديش حاجة ليه ادخل للعميل اقول له بص انا عندي اقتراح ان انت بدل ما انت شغال رسائل ما تيجي نعمل موقع وما تعملوش عندي انا مش عايز منك فلوس هيش انا ممكن اعمل لك الويبسائب بس ما تعملوش عندي عشان لو مفكر انا بيجي اعرض عليك فانا بقولك ان انت كده تيجي تعملو عندي لا رأي اعملو برا بس ده هيعود عليك على البيزنس بواحد اتنين تلاتة العميل هيحبك لا هيحب بس انا خاف من حاجة الزكاة الاصطناعي الناس كلها بتتكلم عليه وبيقول ان هو اصلا ممكن يكون بديل للموضوع بتاع الكونتينت كريشن وصناعة المحتوى فممكن انا ادخل على شات جي بي تي ولا جوجل بارد ويجيب لهو افكار ويجيب لهو كونتينت واستخدمها على سوشال ميديا بدل مكلف نفسي ادخل سأله هانس ادخل كان في حلقة عشرة عشرة ده ده مسال حلو قوي وهقوله تاني هل اداة كانفا ساعة لما طلعت نهت عمل المصممين لا هل كانفا هي اداة تقدر من خلالها تصمم كافة التصميم بانواع كلها بس هل طرق ممكن هل المصمم هيقدم لك نفس الجودة بتاعت كانفا لا هيقدم لك الجودة اعلى بكتير جد ياشي كانفا دلوقتي فيها AI هل كانفا بتطلع لك كل ما تتمنى لا طالما في عامل نقص هيفضل لا طيب هل صنع المحتوى هل الشاتج بتي او برد او برد او اي ان كانت AI tool اللي انت بتستخدم هل هي emotional wise هل هي انسانية بالكمل هل هي قادرة تفهم في حاجة بقولها دايما عندي في الworkshops حضرتك هل الزكاء الاصطناعي هيقدر يقدر يقدم لحضرتك بيانات العميل المستهدف بشكل كامل بشكل قوى او بشكل سليم لا يبقى تستخدموش خليه ساعدك استخدموش هتروح كصاحب عمل او كونتن او صانع محتوى هتروح لأدوات الزكاء الاصطناعي اللي بيقدمه لك الزكاء الاصطناعي هو الدرافة الأول هي النسخة الأولى من العمل فقط مش النسخة النهائية اللي انت تعف تستغل بها ده بيختلف فيه ده بيختلف ان شجبتي عنده غلطات في الانجليزي شجبتي مش هيعرف يقدم لك اللهجات السعودية والاماراتية والبحرانية انت جوه السعودية فيه عشرات اللهجات المختلفة فانا انا عايزة بيع في الدمام بس لانا المحل بتاعي بالدمام فانت هتدخل لشجبتي تقوله تحدث باللهجة السعودية المناسبة لمدينة الدمام واكتب لي محتوى فلاني اللي هيعمله لك وانا هو هيقدم لك محتوى قطلة محتوى سواء حلوة او وحشة اهي ان كان لها يقدمونك هتاخدوه ثم بعكات تشتغل عليه تاني بس حالة زكاية الاصطناعية هينهي العمل تماما هينهي عمل اللي مش عايزي تطور اللي مش عايزي يستخدمه وبرضو يعني انا هجيب سيرة عشر تاني ان انا عايزش بعيدا ان انا محبه عايزش من قشطر الناس اللي موجودة وانا يعني بعتز بصداقتي معاه عاش يقال لك جملة حلوة هو هيقعد الناس اللي في البيت اللي مش عايزين يستخدمه ويبقى غلط يعني انت كصنع محتوى انت هتعيش في كرسة لو ما استخدمتش ايه قاي ليه انا بدل ما انا بشتغل اربع ساعات في اليوم بشتغل اتنين بس ليه الاتنين التانين دول ايه قاي اختصال لي وقت فيهم ليه بعد دخلها عدت ديره كافة البيانات اللي انا عايزها فيديني عريزة طويلة كده زي الفل اخدها ابدأ ان انا اشتغل عليها تاني اشتغلت عليها تاني قدرت ان انا اعمل لها اخليها مناسبة اكتر للعميل او مناسبة اكتر للدولة اللي انا بشتغل عليها او مناسبة اكتر للصناعة بتاعتي ابدأ ان انا انزلها وعرضها للجمهور ما عملتش كده وبعدين ليه ايه ايه مش هيجي الواحد مش هيجي الواحد يقول لك ازاي اعمل ليه ما تقدم لك أو يجي عمل لك استراتيج مش هيعمل كده انت اللي هتروح تقول له انا عايز كذا 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 لو حضرتك مش عارف أساساً تقوله إيه وتقوله له إزاي وبأنهي طريقة وإيه نظام التفاعل بتاعه أنت مع السلامة برضو مش هيطلع لك اللي أنت عايزه أنت بتقعد مع أنا مرة كتبت كتبت ويب سايت كامل بالAI بس عشان أقعد أعمل كده أنا قاعد جنبه ثلاثة أيام أنا هو شغالين ساوي أنا بعمله في قدية أنا بعمله في ثلاثة أيام بس إيه أنا قاعد معك لحد ما شوفك أنت هتعملها إزاي واللي كان يطلع منه يا قضيت عمله إيدت وبعد كده أقدمه له تاني وأقدمه له أقوله ليه أنت لو دخلت الزكاية اللي استطناعي وقلت له اعمل لي فئة مستهدفة قادر أن أنا بيع لها مايكوت بسعر كده بألف جنيه هو هيبدأ يطلع لك عريزة كده هيجيب من عنده من عنده من عنده طيب قل له ادخل قل له أنا عايزة بيع مايكس ماشي لدولة كذا إيه البيانات اللي أنت محتاجها مني عشان تقدر تطلع النتائج بشكل سليم هيبدأ يعمل لك إيه يقول لك أنا محتاج أعرف واحد اتنين تلاتة اربعة خمس فأنت إيه هتبدأ تقدم له الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة على هيئة بيانات أو برموت ماشي هياخد ده يبدأ يشتغل عليه كده أنت بدأت تتمشي معنا حيط سكة سليمة تاخد برضو اللي بيطلع منه تحطه عندك تشتغلي تاني ففكرة أنه هو يقضي بالكامل لأ انسى مش هحصل يعني معنا كده أن الزكاة الاصطناعي مش هيقضي على وظيفة المحتوى لكن هيقضي على الناس اللي ما عندهاش قدرة على التطوير والإبداع وإضافة حاجات جديدة وأفكار على الشغل بتاحهم لكن هيقضي على الناس اللي عندها شغل تقليدي الناس اللي بتعمل أعمال تقليدية وأعمال روتينية ده الزكاة الاصطناعي هيقضي على أعمالهم أقول لك سن حتى التقليديين هيفضل مستمرين للسوق فترة طويلة ليه؟ العميل مش عميل العميل اللي عايز 12 بوست بس بدون أي حاجة خلص ده أي حد يعرف في باله أي حد وهيروح هيكون هاي بيركز على إيه؟ بيركز على السعر فأي حد يعرف في باله طالما السعر بتاعهم نسب هل العميل وقتها العميل اللي لسه بيبدأ في السوق اللي ما عندهش الناس اللي بتشتغل معايا مش بيعودوا يعرفوا إيه الأبديتز إيه التطورات اللي بتحصل في السوق وهكذا هيفضل مكمل معاهم معادي خالص إنما اللي هيقعد معايا يقول له ده في عاجة اسمها AI بتعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة ما تيجي نستخدمها سطرة سطرة كانوا لسه اللي أنا كنت بقول لك عليهم سطرة كانوا لسه آخر إعلام منزلينهم منزلينهم كلهم بالAI ليه؟ ما تيجي عام نجرب حاجة جديدة الحاجة جديدة ينافع هل دلوقتي هتعرف تروح للسطرة تقول لهم هعمل لكم معاشر بوستات لا الكلينت تفاهم ما مش هتعرف تدخل عليه الكلينت اللي لسه بيبدأ ايشي هو اللي هتعرف تدخل عليه وده غلط ده مش دورك إنك تضحك على الكلينت دورك إنك بدل ما تضحك على الكلينت وتفكر في الألف ريال اللي انت هتطلعها منه ما تفكر إن انت هتساعد الكلينت إنه هو يعرف السوق ماشي إزاي وقتها هيثق فيك فبدل ما هيدي لك ألف هيدي لك ألف ونص وكمان انت بتحرق نفسك إنه هو هيجرب معاك سبوعين أو شهر هيلاقي الشغل هيجرب شهرين تلاتة وبعدين هيلاقي هيلاقي إن انت شغلك ضايع فمش هجدد معاك يقوله عليك انت مش كويس وهكذا السلام فبرضو بدل ما تروح تفكر إن انت تضحك على الكلينت أو تفكر في الإرشين ماشي فكر في إن انت تقعد مع الكلينت تقعد معاك قاعدة حلوة كده أنا أي كلينت لما بيقعد أشتغل معاك بقوله طيب ماتيني نقعد الأول أشوف أنا المناسب ولا لأ طب ما افرد أنا الشخص المناسب بس حضرتك معكش الميزانية بس في نفس الوقت البروجيكت حلو وعايزو فلا وقتها لأ احنا نتكلم البروجيكت مناسب بس أنا مش مناسب أنا مش فاهم في الحطة اللي حضرتك بتقول الحالة دي طب بدل ما أخذ منك ألف ريال والشهر اللي بعده خلاص أنت مشيت من عندي وأبدأ أدار على واحدة ناخد منه ألف ريال طب أستاذ محمود هو الشخص المتخصص في الحطة دي كويس قوي فأنا أقعد حضرتك معاه عشان تتواصله سوا لأن أنا مش مش إكسبرت في الحطة دي أنا إكسبرت في حطة تاني فالعميل عمل إيه حبا هيرجع لك والله العظم ليه يرجع لك أنا لسه بنبيلد إي كوميرس لإحدى براندات الفاشن الرجل دا مكلمني من 9 شهور سألني على حين قلتوه لأ أنت هي حلوة أنت تعملها دلوقتي بس بس بلاش ليه بلاش عشان هيعود عليك بواحد اتنين تلاتة اربعة فدي تكلفة كبيرة جدا عليك في الوقت الحالي تعرف تشتغل بالطريق الفلانية فهو عمل إيه أنا حبيتك فلما جيه يرجع أو جيه يبدأ جالك أنت في براند موجود في أمريكا البراند دا كان ما تكلمني أول ما خلصت جيش أول ما خلصت جيش بالزبط كان كنا تقريبا شهر ثلاثة من سنتين شهر ثلاثة بالزبط من سنتين جيه سألني قال لي واحد اتنين تلاتة اربعة قلتوه لأ أنا عارف عملهولك تحب نبدأ تبدأ والبراند دا أنا اشتغلت عليه قبل كده الصناعة دي اشتغلت عليه قبل كده وحققت واحد اتنين تلاتة اربعة وهحب إن أنا اشتغل عليها تاني وهقدم لك واحد اتنين تلاتة اربعة قال لي الميزانية بتاعتي مستمحة دي قال لي لأ طب لأ نحن ننزل الميزانية اتأخر شوية اتأخر تاني عملت فلو أب عملت مشهار فيه قال لي البيزنس في مشكلة أول لما نفكر نبدأ إن شاء الله الظروف تبع سي جي كلمني بعد قد دي سنة ونص حرفاء سنة ونص وإكسبتد ويلا بينا نشتغل والحمد لله لسه بعت له والله لتلو لتلو واحد وتلاتين عميل دفع وتبعت له من كم يوم تلو واحد وتلاتين عميل دفع لما كان اجابت قماش مش معنى مش معنى إن انت بتخسر ألف ريال تلوقتي إن انت كده بتخسر ألف ريال اكسب عميلك السلاكان في الشغلانة بتاعتنا بفلوس خليك سهلك قسلك مع العميل بتاعك واقعد فهمه وفهم التين بتاعك واقعد شرح ولو انت يا عمي مش هتشتغل معاه ما تخسرهش ليه؟ عشان هتلف وهترجع سمعتك في السوق أنا الراجل بشتغل باسم أنا لو جيت أنا رشتغلت مع محمود دلوقتي وخيشت مع محمود تخي شوح شاوي قوي محمود هيعمل ايه؟ شتغل معك تاني ولو حد جي سأله أنا متولي لا مش دمان مع السلام أنا مش خسرت الألف ريال بتاعت محمود أنا خسرت الألف ريال بتاعت محمود والألف ريال اللي كانت هجيلي من العميل صاحب محمود خلاص كده مع السلام البزنس ما بيتضرش كده البزنس لو عايز تكون content creator شوطر أو لو عايز تكون أي مجال إبداعي شوطر أرجوك ما تفكرش في الربحية المطلقة أنا عايز أكسب وإنت عايز تكسب أنا عايز أكسب وإنت عايز تكسب لما بيكون فيه مساحة مشتركة للطرفين ما بين ما بين الشركة وبين العميل بتعمل نتائج ممتازة جدا جدا المحتوى يا جماعة ماينفعش يبقى كله بيعي المحتوى لازم يكون فيه جزء توعوي لازم يكون فيه جزء تفاعلي ولازم يكون فيه جزء بيعي الجزء التوعوي والجزء التفاعلي ده بمثل الجزء الأكبر من المحتوى ممكن يكون 60-70-80% من المحتوى يكون تبعوي أو awareness وتفاعلي ويكون بس 20% أو 30% فأسوأ الأحوال ما بتتعداش 40-45% إن المحتوى بيكون بيعي بالطريقة دي هتكسب قلب العميل وتخليه حبك وتخليه يتابع محتوىك دايما باستمرار ده الزتونة بتاعة البودكاست بتاعة النهاردة معه بتولي أتمنى البودكاست تكون عجبكم وما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكراي سلام عليكم